عزوف الطلاب عن المدارس والذهب إلى جبهات القتال هدف الرئيس تسعى الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران لتحقيقه من خلال عدة خطوات قامت بها بحق التعليم والمعلمين ومنها تدمير المدارس وتحويلها إلى ثقنات عسكرية وفرض رسوم كبيرة للمدارس الحكومية وبايع الكتاب المدرسي بمبالغ كبيرة ناهيك عن توقف مرتبات المعلمين أحصائيات تربوية تؤكد تراجع نسبة الإقبال على التسجيل في المدارس الحكومية في مناطق سيطرة الميليشيا بعد رفع الحوثي للرسوم الدراسية في المدارس الحكومية فضلاً عن التعديلات والتحريفات المتعددة التي اقترفتها الجماعة في المناهج الدراسية مصادر تربوية قالت أن نسبة الإقبال على المدارس الحكومية كانت باهتة وإن غالبية الطلاب لم يلتحقوا بالمدارس الحكومية بعد رفع الميليشيا الحوثية رسوم التسجيل وفرضها مبالغ تصل إلى 16 ألف على كل طالب المصادر أكدت أن العام الدراسي الحالي بدأ بدون صرف أي مرتبات للموظفين بل وحتى المدرسين وهو ما شكل عقبة كبيرة أمام أولياء الأمور في عدم قدرتهم على توفير مستلزمات العام الدراسي لأبنائهم من شراء الكتب والدفاتر والتسجيل والزي المدرسي وغيرها من مستلزمات التعليم وفي وقت تتحجج فيه الميليشيا بصرف رواتب المعلمين لعدم توفر السيولة النقدية لديها في حين أنها تستحوذ على كل موارد الدولة في المناطق التي تسيطر عليها بالقوة وتقوم في ذات الوقت بصرف مرتبات المدرسين الطائفيين خلال المراكز الصيفية والدورات الطائفية وتوفير الكتب والملازم والمنشورات التي تتضمن الفكر الإيراني المستورد ترجمة نانسي قنقر